هدية الدولة لأصحاب المعاشات كل حاجة بنص التمن احتداء من 11 2021 أهلا بكم أدعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك تحديدا يوم الجمعة الموافق 10 9 2021 خبر بعنوان هدية الدولة لجميع أصحاب المعاشات كل حاجة بنص التمن من 1 أكتوبر التفاصيل تسعت الدولة المصرية لتجديم الخدمات والمميزات لأصحاب المعاشات وتجديم كل ما يضمن لهم حياة كريمة فهم يمثلون قطاع كبير في المجتمع المصري أعلنت ودارة التضامن الاجتماعي بشرا سارة لجميع أصحاب المعاشات وكبار السن وهي ميزة جديدة لهم فقط دون عن غيرهم من المواطنين وذلك بعد أيام قليلة وابتداء من شهر أكتوبر 2021 قالت وديرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج إن الحكومة ستقوم بعطاء أصحاب المعاشات كرت يسمى بالكرت الذهبي وكل صاحب معاش يحمل هذا الكرت فيستمتع بمذايا كثيرة مشير إلى أنه سيتم بدء تفعيل الكرت الذهبي في شهر أكتوبر 2021 ويستمتع به كل شخص فوق 60 سنة أما عن مذايا الكرت الذهبي لأصحاب المعاشات فهي كالتالي ركوب المواصلات صرف التموين والرعاية الصحية وصرف المعاشات تخفيض 50% على منتجات المعروضات في الأسواء والمعارض الحكومية تخفيض يصل لـ 50% على تذاكر الكتارات لأي درجة أولى أو تانية أو تالتة وذلك مرتين في السنة نفس نسبة التخفيض على رحلات الطيران داخل مصر وتخفيض 10% على السفر خارج مصر وذلك من خلال مكاتب شركة مصر للطيران تخفيض 20% من نفقات الرحلات التي ينظمها الكطاع العام داخل الجمهورية أو خارجها خصم 50% من رسوم دخول المسارح ودور السينما والمتاحف الخبر الثاني في النشرة من موقع الوطن وتحديدا يوم الثلاثة الموافق 14-9-2021 عنوان الخبر منها السن وسداد التأمنات شروط الخروج على المعاش المبكر التفاصيل يبحث الكثير عن شروط الخروج على المعاش المبكر بعد إصدار قانون التأمنات الجديد حيث ينص على إنه من حق الموظف الذي تجاوز سن الخمسين عامة الإحالة إلى المعاش لكن بشروط في إطار الخدمات الإغبارية التي تقدمها القناة سوف نستعرض لكم في هذا الفيديو شروط الإحالة للمعاش المبكر وفقاً لقانون التأمنات الإجتماعية الجديد رقم 12 لسنة 2003 المعروف بقانون العمل المصري في هذا الفيديو شروط الإحالة للمعاش المبكر حتى يتمكن الموظف من الإحالة للتقاعد يجب أن تتوافر الشروط الآتية وفقاً لقانون التأمنات الإجتماعية الجديد أن يتجاوز عمر الموظف خمسين سنة وفقاً للمادة سبعين من القانون ألا يكون قد صدر ضد الموظف إجراءات تأديبية الانتهاء من مدة الاشتراك في التأمنات الإجتماعية الخاصة بالشيخوخة والعجز والوفاء كما أنها تعطي الحق في معاش لا يقل خمسين في المية من أجر أو دخل التسوية الأخير ألا تقل مدة الاشتراك المسددة عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه ألا يقل إجمال المعاش المستحقة عن خمسة وستين في المية من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش تضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن مئتين وأربعين شهر وتكون لمدة تلتمية شهر فعلية بعد خمس سنين من تاريخ العمل بالقانون الجديد كما نص القانون على أنه يجوز تخفيض سن الشيخوخة المعاش المبكر بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الهيئة ويجب أن يتضمن القرار تحديد السن المشار إليه بالنسبة لكل من تلك الأعمال ورفع النسب التي يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذي يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن وزيادة نسبة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل لمواجهة الأعباء النتجة عن المذايا التي تكرر للعاملين المشار إليهم الخبر الأخير في النشرة من موقع الوطن وبعنوان مية عبد الحميد صاحب المعاش المبكر يستفيد من مبادرة التمويل العقاري لكن بشروط التفاصيل قالت مية عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إن مبادرة التمويل العقاري ليست للموظفين فقط موضحة إن أي حد عنده دخل حتى لو عمالة غير منتظمة أو سواء أو أي شخص يستطيع الالتزام بالسداد يمكنه الحصول على شهادة من محاسب قانوني وبناء على ذلك يحصل على التمويل بشرط أن لا يكون حصل على وحدة ثكانية من الدولة من قبل لفتها إلى إن كبار الثن الذين خرجوا على المعاش يمكنهم الإنضمام إلى المبادرة لكنهم يدفعون مقدم 40% من قيمة الوحدة الثكانية وعن ارتفاع أسعار الوحدات الثكانية مع زيادة الطلب قالت مي عبد الحميد في مدخلة هاتفية مع برنامج الحياء اليوم المزاع على قناة الحياة الفضائية يوم السلساء ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي إن الدولة توفر مئات الألاف من الوحدات الثكانية وبالتالي فإن الأسعار لن تزيد أما عن إمكانية وقوع مصر في فقاع عقارية كما حدث في أمريكا فقالت الناس في أمريكا ما بتدفعش مقدم خالص ولا يقل عن 10% في المتوسط 20% وفي حالة الخروج على المعاش المبكر بيدفع 40% وهذا دليل على الجدية لكن مصر لن يكون بها إفراط في التمويل بدون ضوابط وأشارت إلى إن المواطن الذي يرغب في شراء وحدة من مطورين عقاريين يمكنه الذهاب غدا إلى أي بنك مشارك في المبادرة ويحصل على الوحدة التي يرغب فيها كما أوضحت إن شروط الاستفادة من المبادرة لفئة محدود الدخل هي أن يكون مرتب الأعزب لا يزيد عن 4500 جنيه ولا يزيد دخل الأسرة المستفيدة عن 6000 جنيه ومن المقرر أن يكون أعلى سعر للوحدات السكنية التي يحصلون عليها 350 ألف جنيه أما بالنسبة لمتوسط الدخل فإن الشروط هي أن يكون سكف الدخل 10 ألف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة وسكف إسعار الوحدات 1.400.000 جنيه لكن من يحصل على هذا الوحدات يدفع 20% ومن يحصل على وحدات سكنية ثعرها أقل سيدفع مقدم أقل وسيجري تقصيد قيمة الوحدة السكنية على مدى 30 سنة بفايدة متنقصة قيمتها 3% موضحة أن الفايدة تحسب على الرصيد المتبقي إن أعجبك الفيديو عزيز المتابع يمكنك الآن الاشتراك في القناة بالضغط على ذر اشتراك الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل ذر الجرس حتى يصلك كل جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك شكرا لك على المشاهدة